هذا وقد أعلنت جامعة الدول العربية أنه تقرر عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين غدا لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان وأكدت الجامعة العربية أن الاجتماع سيبحث أيضا سبل التعامل مع التدعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي على لبنان وأنه سيعقد بناء على طلب العراق وتأييد عدد كبير من الدول العربية شكرا